بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالقلم الأحمر حلقة جديدة من سلسلة حلقة نكف فيها على كراءة الأحداث والمتحولات والتغيرات الدولية على المستوى الإقليمي والعالمي والمحلي وبما يعكس طبيعة الاستيعاب هذه التحولات ومدى تأثيرها بصورة مباشرة على الأقليم وعلى الملف السياسي اليمني في هذه الحلقة سنواصل مناقشة الحلقة الماضية والوقوف على أكبر وأشد وأكثر الأحداث تأثيراً في النظام الدولي الحالي المعاصر وهو الأزمة والحرب الأوكرانية الدائرة في شارك أوروبا وبين روسيا وبين التحد الأوروبي وبين روسيا والأمريكية ما بين الحلفة الروسية والصينية وبين الحلفة الغربي في البلد المتحدة الأمريكية والناتو التحولات كبيرة جداً وكما ذكرنا في حيارات الماضية بأن هذه الحرب هي حرب تصفية أو حرب فرز معين يتمخف فيها النظام الدولي بشكل جديد في كل الأحوال وهناك مؤشرات وتحولات كبيرة جداً عاكست مضمون العملية التراكمات في السنوات العشر الأخيرة التي عاكست بأن النظام الدولي بالفعل يتسم بالقطبية ويتسم بعدم التفرد أو بعدم وجود القوى الاقتصادية والسياسية والأسكرية المنفردة في هذا العالم وهذا ما عاكسته أو ما تحدثت عنه الأزمة الأوكرانية بصورة كبيرة هناك العديد من الكراءات الاستراتيجية التي تنطوي تحت الجندات التسويقية للمشروع الأوروبي أو المشروع الغربي أو المشروع الروسي ولكن في الواقع هناك حرب يقف فيها الطرف الأمريكي والغربي عاجزاً عن إنجاد المشروع الأوكراني الذي انتحدثنا منذ اللحظة الأولى بأن أوكرانيا وهذا الدفاع والاستماعات في الدفاع عنه من كبل الغرب ليست ناجمة عن دولة مستقلة والدفاع عن دولة ذات سيادة أو المبادئ الدولية بل بأن أوكرانيا كانت هي مجمل أو خلاصة أو رأس الحرب الخاصة بالمشروع التوسع الناتو أو المشروع الغربي أو النظام الإمبريالي العالمي باتجاه روسيا وبأن تفويت أو السلوك السياسي الروسي أو العملية العسكرية الروسية التي قامت باكتياح الأراضي الأوكرانية ما فيها الدومباس أو محاولة اقتلاع النازية المزروعة في أوكرانيا من فترة يفوت أو يجعل هذه الجهود كافة في العملية في هذه المنطقة تجعل توسع الناتو الشرقا في ظل هدف حصار روسيا يذهب السوداء أو يجعله بدون أي قيمة جيوستراتيجية في التاريخ وبالتالي عملية الدفاع عن أوكرانيا هي عملية جيوستراتيجية بالنسبة للغرب هي عملية الدفاع عن كافة الجهود التوسعية التي تمت في حلف الناتو منذ العام 1997 وبالتالي السياسة الروسية تتحدث عن ضمانات لأمنها القوم وتتحدث عن أو تفوت هذه الفرصة جاءت الأزمة في لحظة خطيرة جدا تحدثنا بأن هذا التسعيد أو الأزمة الأوكرانية أو الحرب الأوكرانية بدأت بسلسلة من صورة التصاعد في التصعيد أو التزايد في التصعيد باتجاه المواجهة وتحدثنا في حلقة ماضية عن جوهر الشبه في ظروف أو تيرة الصراعات الإقليمية والدولية الكبيرة التي تتفاكم حتى مستوى الحرب العالمية أو وصول الحرب العالمية في التاريخ السياسي وتحدثنا بأن الأزمة الأوكرانية بالفعل في ظل هذا السياق وفي ظل الأقل من شهر من البداية بدأت تتجه نحو مخاوف كبيرة جدا من دلاع حرب عالمية الثالثة بتقودها محور الغربي المعتاد وفي مواجهة روسيا أو في مواجهة المحور الشرقي اللي هو روسيا والصين تحدثنا عن مقارنات وتحدثنا عن الظروف مشابهة لما حدث ما قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وتحدثنا أيضا عن خطورة الوضع الصيني أو ما حدث من اليابان في سبعة وثلاثين وهو كان أحد أهم إرهاصات الحرب العالمية الثانية وهما هم يدور حاليا بين الصين وتايوان وتحدثنا أيضا عن السلوك ألمانيا تجاه المجر وتجاه تشيك ثم وصلنا إلى بولندا وتحدثنا أن المتشابهة الكبيرة بين اكتياح هتلر لبلندا مع اختلاف الدوافع يعني هتلر اكتاح بولندا في ظل مشروع توسعي هام وفي ظل خطاب نازي كبير وبدون التحدث عنه كان هناك مشروع قومي نازي ألماني لكن في فواقع هناك تشابهات في تفاعلات الأزمة مع لجوء الرئيس الروسي بوتين إلى الدخول إلى الأراضي الأوكرانية بهدف الدفاع عن الروس في الدومباس وبهدف انتزاعه كما يحدد هو الهدف الأساسية هي القضاء على النازية والقومية الأوكرانيين الذين تم إعدادهم من كبير لجهزة الاستخبارات الأمريكية طيلة العقد الماضي كأداء من أدوات تجهيز أوكرانيا كأحد الدول أو رأس الحرب في التوجه نحو روسيا روسيا قبل أن تكون دولة عظمة أو لجيء أحد أقوى الجيوش في العالم أو كذا هي تعتبر أحد أكبر دولة تمتلك الثروات الطبيعية في العالم من حيث النفط والذهب البترول والغاز الإيرانيوم والمواد الخام الحديد المعادن الدولة هي الأغنى في العالم وبالتالي عملية استهدافها هي تستهدف لأكثر من جانب وبالذات الوقت هي الدولة التي تمتلك كافة مقومات الامبراطورية العظمى لمواردها وليس مجرد موجود البعضها التكنولوجية أو موجود جيشها وبالتالي فهي هدف ومصدر صداع دائم لأي من يتفرد النظام الدولي المعاصر فالنقطة حاليا اليوم سنقفل لنواصل هذا النقطة بأنه بالفعل هناك تصعيد وهناك تدحر كبير جدا بالسياسة الأمريكية هناك يعني تحدثنا بأن هناك أربع أسابيع في الأسبوع الثالث أو نهاية الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث كان واضحا بأن العقوبات الاقتصادية فقدت قدرتها على أن تثني الصانع القرار الروسي في حول العقوبات الاقتصادية كالسلاح الأهم في الأسبوع الأول والثاني وكان من الواضح تماما بأنها لم تحقق أي من أهدافها الآنية أو أهدافها القريبة في أن تثني صانع القرار الروسي عن العملية العسكرية في أوكرانيا أو حتى تغير من موقفه السياسي أو تضطره إلى تغيير أهدافه السياسية أو التنازل عن أحد الأهداف السياسية لهذا العملية في أوكرانيا بالإضافة إلى أن هناك تصعيد فبدأ في الأسبوع الثالث تنجرى الولايات التحدة الأمريكية بنفس التسلسل الذي حدث في أثناء الحرب العالمية الثاني عندما كانت الولايات التحدة الأمريكية تتفادل ومواجهة أي من الطرف الياباني أو العلماني كانت تتفادل بنفس الغرار على ما يحدث حاليا بدأت تتفادل ولكنها بدأت بدعم الأسلحة دعم الأسلحة في الأسبوع الثاني من الأزمة الأوكرانية أيضا الصواريخ ستينغر والصواريخ المضادة للطيران فشلت أيضا وكان هذا واضح من خروج الرئيس الأمريكي مؤخرا في خطابه الذي قال بأنه وصف فيه بوتين بن مجرم حرب وبأنه سيقوم بدعم أو بتمويل أو بدعم بـ 800 مليون دولار أو بقرابة مليار دولار بأسلحة جديدة وتحدث عن نقل الأسلحة لـ 300 من دول مضافة وكان الرد الروسي مواجه جدا يعني السياسة العسكرية والسياسة الروسية في إدارة الأزمة الأوكرانية أوضحت بأن هناك استيعاب كامل لحجم التحديات التي قد تتبع خطوتهم باكتياح أوكرانيا وكان هناك ضربات عسكرية تقوم على خلفيات استخباراتية دقيقة جدا وكان آخر المستجدات في الأسبوع الأخير والأسبوع الثالث كان هو ضرب مطار في غرب أوكرانيا وبدأت التصعيد الأمريكي يعني كل ما كان الرئيس الأمريكي يتحدث عن دعم أو إرسال قوات سواء في مشروع إرسال طائرات المكتساة العشرين الذي فشل ذريع أو في مشروع إرسال كان هناك ضرب واستهداف للمخازن وسبيل هذا المخازن الخطوة الأخيرة بأن يتم إرسال صواريخ 300 وما لذلك أيضا كان هناك قصف لمطار اللفيف وكان هناك رد من الخارجية الروسية بأن هذه الخطوة التي تتم وهي مستحيلة وغير قانونية وبدأت روسيا تستخدم أوراقها العسكرية الجديدة وبدأت تستخدم الصواريخ الهايبرسونيك أو الفرد صوتية كما تقال في العربية أو صاروخ كينجال أو الخانجر الروسي في ضرب ما كان أيضا في غرب وهو آخر مستجدات العسكرية في غرب أوكرانيا وقامت باستهداف مخزن أسلحة كبيرة محصن تحت الأرض وهو ما كان العملي التي ترسل رسالة كبيرة جدا للغرب بأنه وسائل أو كافة وسائل الدعم اللي يستيطي تقدمونها أو خطوط الإمداد أو خطوط الإمداد والمقومات الإمداد للطرف الأوكراني لن تكون فعالة وغير فعالة في هذا المعركة بالمقابل بدأ هناك تحولات سياسية كبيرة جدا على مستوى المعين في الحلقة الماضية تحدثنا عن مكالة هامة لصحفي استراتيجي أمريكي يدعى جون دينيال ديفيتسون وقال بأنه تحدث عن الدور الرئيس الأوكراني بالمقابل الرئيس الأوكراني ملأ الدنيا منذ مطلع الأسبوع الثالث بالخطابات والاتصالات ومكالمات الفيديو مع البرلمانات ومع الكونجرس الأمريكي ومع مجلس الشيوخ ومع إسرائيل ومع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الناتو وظل يمارس سياسة متخبطة ومزدوجة عشوائية ويحاول أن يثير القلقه يعني في نفس اليوم يتحف ناقض مع نفسه في اتجاهات معينة ويهمنا في هذا الحلقة هو تطور كبير مثلا حول ما قاله زلينسكي الرئيس الأوكراني في خطاب الفيديو وفي مكالمة الفيديو مع الكنست الإسرائيلي أو مع البرلمان الإسرائيلي الذي تحدث فيه تحدث كبير جدا حديث مطول جدا وقال لهم ان تحدث عن أوكرانيا وكأنها دولة يهود يعني قال نحن يهود ولماذا لا تدعمونا ولماذا لا تقوم فرضوا عقوبات على روسيا ولماذا لا تعطوه وطلب منهم أن يمدوه بالقبة الحديدية لا تعرف أنت كمحل سياسي أو كقارئ هذا التحول أو هذا الرئيس الذي يتحدث هل هو يعني حالة من يمكن أن تصفها أنت بالتهريج أو بالتأجيج بنفس الوقت فهو يعرف أو لا يعرف أنه لا يمكن ناكل الأشياء أو ناكل الكبة الحديدية من إسرائيل إلى أوكرانيا وبذات الوقت أنه السياسة الإسرائيلية لا تستطيع أن تواجه بهذا المنطق عندما يتحدث نحن يتحدث أن يقول نحن يهود ونحن وشبه العملية العسكرية القوسية على أوكرانيا باعتداء هتلر على النمسا والمجر وعلى اليهود النمسا والمجر وتحدث وكأن الشعب الأوكراني في غالبيته من اليهود وكان هذا الخطاب يعني أثار استفزاز كبير جدا وشبه وقال بأن اليهود يتعرضوا إلى محركة يعني تحدث وهناك ردود يعني تحدث بأسلوب غير رسمي أمام مؤسسات إسرائيل الرسمية وهذا شيء يعارض السياسة الإسرائيلية السياسة الإسرائيلية في هذا الحال تشبه سياسة إيران إيران في العالم العربي وأمام المغفلين أو التابعين لها تتحدث بصورة كهانوتية لكن أمام العالم وفي اتفاقية فيينا وفي الغرب ومع روسيا تتحدث كدولة وبالتالي إسرائيل تريد هذا النقطة لكن الرجل خاطبها بأسلوب معين وكان هناك ردود وكانت روسيا إسرائيل واضحة بأنها تقول نحن لا نستطيع مواجهة روسيا وكان بذلنا كل جهدنا وقدمنا وكان هناك خلافات حول هذا الخطاب لكن ماذا يريد أيضا يعني هذا يصحح ما قاله أو ما ناكشناه في الحق الماضية للكاتب الصحفي الأمريكي دون جند دانيل اللي عندما تحدث بأنه هذا الرجل يسعى إلى تأجيز إسرائيل الغريب في خطابات زيلينسكي حاليا في الأسبوع الأخير هي أنه بدأ يتحدث حول دعوة بوتين إلى الحوار يعني كان هناك لعبة مفاوضات وكان الواضح من البداية بأنه زيلينسكي يتحدث كدمية أمريكية في إدارة الأزمة يعني هو انعكاس للمشروع الغربي واضح يعني هو كان نظام سياسي نفسه عاكب ربيع أوكرانيا في 2014 هو رجل مزروع ومصنوع من القوى الغربية في الواقع وبالتالي هو مقاد لكن الموجة الأخيرة ولا سيامها عاكب الفشل بكافة وسائل الإمداد الغربي لأوكرانيا واستراتيجية الروس في أننا لن نقع في فوضى الحرب الدامية أو جرائم الحرب أو الأرض المحروقة أو ذكى المدن كان هناك نوع من إفلاس غربي في التعاطي أو التعامل مع الروس ولا سيامها عاكب جدوى العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة ولا سيامها في ظل الموقف الروسي المؤيد أو المؤازر يعني وزارة الخارجية الصينية ذكرت منذ ثلاث أيام تصريح بأن الناتو وتوسع الناتو هو المسؤول الأول عن هذه الحرب يعني في كلمة حق قالتها الصين لكن في الواقع هي تتبنى السياسة المؤيدة لروسيا تبني رسمي صريح يعني عندما تقول الصين بأنه توسع الناتو شرقا هذا أمر هو السبب والسؤول الرئيسي عن الحرب الأوكرانية وعن التصرف الروسي في أوكرانيا وتحدث المتحدث في اسم الخارجية الصينية قال كيف تريدون أن تتوسعوا شرقا حتى في أوكرانيا وحيث أن تصبح الصواريخ على بعض سبع دكايق فقط من موسكو من داخل أوكرانيا يعني ذكروا الأشياء وبالتالي هذا التصريحات للصيني يعني تجعل هناك حلف صريح جدا وتجعل حتى جدوى العقوبات الاقتصادية في المدى المتوسط يعني العقوبات الاقتصادية المفروضة على الروسيا فشلت في المدى القصير ولكن في المدى المتوسط أيضا ضعيفة بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة الروسية لكن أيضا الموقف الصيني يجعل حتى جدوى هذه العقوبات الاقتصادية غير مجدي في المدى البعيد وأصبح في الأسبوع الأخير الكل صامت تماما عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الروسية إذن الأمور تتجه باتجاه تأزيم الولادات الأمريكية لا تريد أي حيلولة تريد أن تصبح أوكرانيا لغم أو مكان أو مستنقع للروس فيه ولكن في الواقع أن الروس بدأوا يتبنوا سياسة التقدم المتدرج مع استمرار يعني هما يصموا أذانهم لا يخوضون جدالات لا يمتلكون العقلية السوفيتية العصبية والنزقة لا يتحركون بأسلوب عسكري يطوق بمنتهى التدرج ويستخدمون طول الأمد لأن إطالة الفترة أو الأزمة للأزمة الأوكرانية هو السلاح ذو حدين يخدم الولادات الأمريكية تريد هذا الموضوع ولذلك نعود إلى زينيسكي زينيسكي عندما يتحدث بالفترة الأخيرة عاكم مجموعة خطابات بأنه غير راضي واللنزو خذلنا أو ما يدرك يقول سوف أريد أن أتفاوض مع بوتين بصورة شخصية هو يهدد في الواقع أو يبتز صانع القرار الغربي والأمريكي ده حديدا لأن الولادات الأمريكية لا تريد أي مفاوضات ولا تريد أي تسوية لأن التسوية بين روسيا وبين أوكرانيا في الواقع هي ستجعل هذه المفاوضات وهذه العقوبات الاقتصادية تذهب إلى رجعة ولا سيما في ظلم المالة الاتحاد الأوروبي الذي يدفع ثمن باهظ لهذه العقوبات لأن هذه العقوبات ليست مجانية هذه العقوبات لها أثر وأوجع أوروبية طويلة الأمد بالإضافة إلى أن الدول بدأت تململ والأنات الغربية تتحدث من أزمة اللاجئين يعني حاليا إذا ما شهدنا خريطة اللاجئين هناك حدث خلاف كبير جدا بين كل من بولندا وسلوفاكيا وتذا حول بلغاريا الذي لم تستقبل إلا 25 ألف لاجئة فقط وهم الأوكرانيين من أصول بلغارية وبالتالي أعلنت هذه الدول بأنها لم تعد باستطاعتها التعامل أو التعاطية النظام الاقتصادي أو الوضع الاقتصادي في الغرب سواء الأوروبي أو الأمريكي لا يعمل لصالح الغرب وهذه العقوبات لها آثار عميقة جدا العقوبات المفروضة على روسيا والعقوبات التي فرضتها روسيا حتى الآن بنسبة 30% من كونترات عقوباتها يعني حتى الآن لم توقف النفط ولم توقف الغاز وأكدوا بأنهم لن يبتزوا النظام الأوروبي بالغاز وهذا قرار يضرب جوهر المشروع الغربي الذي يريد إصطدام غربي أو أوروبي روسي إذن العملية في روسيا والعملية العسكرية في روسيا تتجه نحن احتدام الصراع في ظل اكتفاء الولايات عدد أمريكية من أدواتها في ظل تطاول ووصول الأزمة إلى الضرم الإمدادات الأمريكية في ظل إفلاس عملياتي فعلاً موجود في السياسة الأمريكية في موجابهات الروس لا يجد أكثر من هذا إلا الدخول في حرب مباشرة أيضاً هناك مناورات تقوم بهل وقتها الأمريكية في المحيط الهادي بينها وبين كل من اليابان وبين أستراليا في ظل صمت عميق جداً للصينيين لكن الصينيين بدأوا يتجهوا دبلوماسياً باتجاه دعم روسيا وهذا الأشياء يعتبر رد غير مباشر ومباشر على ما يحدث في المحيط الهادي إذن السياسة الأمريكية حالياً يعني تواجه يعني تبدو مضطربة تماماً يعني عندما تشاهد الرئيس الأمريكي طالب الرئيس التركي بنقل صواريخ الـ S-400 الروسية إلى أوكرانيا فأنت تؤمن بأن السياسة الأمريكية وصلت إلى حالة من حالات التذبذب والشتات أو عدم القدرة على ممارسة الأزمة بواقعية لأنه يعلم كل محل الاستراتيجي بأن الرئيس التركي أو تركيا في ظل السياسة الحالية وبعد السياسة الأمريكية التي ذهبت إلى اليونان وفي ظل الأبعاد الاستراتيجية التي تربط كل من تركيا وروسيا لا يمكن عملياً أن تقدم هذا الصواريخ إلى أوكرانيا سياسياً أيضاً لن توافق التركيا على أن تخسر الطرف الروسي يعني كان هناك يعني عنوين عجيبة تتحدث بالفعل يعني أنه طالبت بأن تركيا بأن تأتي للأس 500 إذن إدارة الرئيس بايدن إدارة متخبطة متخبطة إلى درجة كبيرة جداً واضحة من طلباتها ومن تخبطها في الفترة الأساسية إنها فقدت الزمان في التعامل مع الأزمة الأوكرانية أن لا يرد على هاتف بايدن من قبل الأنظمة مثل النظام السعودي والنظام الإماراتي في الشرق الأوسط أيضاً يدل على أن هذا النظام أو هذه الإدارة إدارة مختلفة فقدت حالفاتها في العالم بصورة كبيرة أيضاً في أفريقيا هناك نوع من الإخفاق الشديد جداً لأنظمة كبيرة جداً كأثيوبيا وغيرها وتنزانيا وما لذلك بسبب هذا النظام إذن بايدن جاء وأفقد الاستفاف والتحالفات مع العالم كله وأفقد الثقة حتى مع الأوروبيين أنفسهم وبالتالي الإدارة الأمريكية تواجه حالة من الاهتزاز ومن الضعف على المستوى الكل بينما الروس يمتلكوا موقف قوي ويمتلكوا السلاح الكبير يعني استخدام الصواريخ الفرد الصوتية تجعل الروس متقدمين عسكرياً لفترة لا تكل عن خمس سنوات لأن هذه الصواريخ لا تمتلكها الولايات الأمريكية ولا تمتلكها دولة غربية وليس بمقدورها أن تمتلك استراتيجيات الصواريخ الهايبرسونيك في المدى القصير لأن هناك مشروع منذ أكثر من خمس سنوات تحاول تطوير الولايات الأمريكية للحاق بهذا النظامات الروسي من الصواريخ ولكنها فشلت خمس مرات في مشروع يسمى مشروع دارك إيجل هذا المشروع لم تستطع الولايات الأمريكية أن توجد صواريخ فرص صوتية لأن هذا الصواريخ توجد عمليتياً وعسكرياً تقدم غير طبيعي للصواريخ الذي لا ترد ولا ترحس إذن المعركة بيدانياً لصالح الروس وسياسياً هناك فوضى كبيرة جداً تستعرض فيها الولايات الأمريكية هيمنتها المرتخية على العالم أيضاً هناك ملامح لرفض وسوء قبول وانهيار لشعبية بايدن في ظل هذا التفكك العالمي والتململ من الانتزامات تجاه الأمريكية إذن الأزمة الكورانية قد تتجه نحو حرب عالمية ثالثة أو قد تتجه نحو نظام عالمي جديد باتجاه التعدد القطبية الواضح ملامحه في هذا الأثناء انتهت حلقتي لهذا اليوم الحلقة الكادمة سنناقش فيها تحولات الشرق الأوسط أكثر لأنه نتفادى هذا الحديث في هذا الموضوع لأن الموضوع يتبلور ولكن زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات في هذا التوقيت وفي هذا الأبعاد هو من أصعب الكضايا التي يمكن أن نقف القراءة عليها في هذه المرحلة ولكن سنناقش فيها في الحلقة القادمة انتهت حلقتي لهذا اليوم الرحمة والخلود الزائمة لعبد الله صالح تحية الجمهوري اليمنية وإلى حلقة قادمة بإذن الله تحية الجمهوري اليمنية وإلى حلقة قادمة بإذن الله